اكد صعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان ان مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين وذلك عبر سلسلة من التشريعات والاجراءات التي تتخذها لتطوير انظمة السلامة والصحة المهنية وخلق بيئة العمل الامنة مؤكدا ان القرار الوزاري بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس المباشرة وفي الاماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة يعد من القرارات المنسجمة مع معايير العمل الدولية في توفير الحماية اللازمة للعمال في مواقع العمل جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير بعد جولة ميدانية لعدد من مواقع العمل الانشائية للاطلاع عن مدى التزام المنشآت بتنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة مشيدا بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق القرار ومشيرا الى ان الوزارة نفذت نحو 3350 زيارة تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الحالي تم خلالها رصد 15 منشآت مخالفة فقط الحقيقة يعني سعداء ان نقوم بزيارات تفتيشية مفاجئة لمختلف مواقع العمل في البحرين للتأكد من الالتزام بعدم العمل خلال فترة الحظر التي تقع بين الساعة 12 واربعة ظهرا خلال شهر جولاي اوغست وسعيد ان اشوف درجة الالتزام درجة يعني كبيرة فضلا عن الرضا المتوفر بين الادارة وبين العمال لانهم قاموا بعادة برمجة ساعات العمل بعضهم يعملون من الساعة اربعة صباحا الى الساعة 12 ظهرا ولهم دورات عمل احيانا مسائية ولكن دروة اشتداد الحرارة لا تجد عمال يعملون تحت اشعة الشمس المباشرة انجاز الحقيقة وطني في مملكة البحرين وليس على حساب الانتاجية وانما الانتاجية في ازدياد والرضا والعلاقات الانسانية في ازدياد والله الحمد فدرجة الالتزام سنة ورسنة الان بلغت اكثر من 97% ونتوقع هذا العام ان تزيد ايضا لان الاف المنشآت اللي تم التفتيش عليها وجدنا بانها ملتزمة بالكامل عدا حالات قليلة جدا ونادرة